بقى على الحاجات كمان الإيجابية من خلال اللايحة دية ودور وانتقال المدربين يعني انتقال المدربين وإحنا يمكن فتحنا الملف ده مع حضرتك كنا في البيت الكبير شايف البند ده إزاي؟ لا أنا شايف إن ده بند مهم قوي إنه نقول هو البند بيقول لا يسمح لأي مدير فني أن يتولى نادياً آخر في نفس الموسم في حالة فسخ التعاقد من جانبه يعني لو هو اللي فسخ التعاقد خلاص يبقى ده قراره ولا يحق له الانتقال لأي نادي خلال الموسم بينما يسمح له بالانتقال لنادي آخر في حالة الاستغناء عنه حالة الإقالة يعني بالزبط يعني لو النادي هو اللي أقاله خلاص يبقى هو من حقه إنه يدرب نادي آخر غير كده لو هو اللي عشان بقى إحنا نقضي برضو على ظاهرة تكرار الأسماء وعدم الجدية وبتمنى أنه برضو يكون فيه قيود على التعاقدات دي يا كبتر ما هو فيه باندي كمان وده واضح جدا أنه كمان توصيق عقود المدربين ده مهمة أول إنك توصق العقد بتاعك ما أنت خلاص أنت في حالة أن أنت تعبطت مع نادي لازم العقد ده يتوصق في اتحاد القرى وبالتالي مش هتقدر حتى تتنقل للنادي تاني لو العقد ده مش موصل وهو ده بيدي جدية للمسابقة وبيدي جدية وبيحفظ الحقوق على فكرة يعني هو يحفظ حقوق المدرب وحقوق النادي مش عايزين نشوف تاني المشهد اللي إحنا بنتفرج عليه دايما يا كابتن اللي هو إنه الكلام الاتفاقات شفاوية طيب إحنا بنعمل اتفاقات جيدة جدا جدربين يشتغل من غير عقود ها يشتغل من غير عقود ما ينفعش هنقول كلمة شرف أو اتفاق جنت المان أو الكلام ده أنا بأعتقد أن ده بيفتح باب مشاكل يعني الصح بقى أنه اتحاد القرى يبقى له دور وإذا ده تم لأنه واضح أنه قرار إذا ده تم هيبقى أحد الأشياء المهمة اللي عملها اللجنة الخماسية أعتقد بأنه تضمن الجدية الجدية كمان والمنظر السيء والشكل اللي يمكن اللي احنا شوفناه السنة دي من انتقال المدربين والكراسة الموسيقية اللي حصلة فيه المدربين دربوا أكتر من خمس ستة أندية والمدرب ممكن يقعد يوم وتاني يوم تلاقيه مباراة مباراة واحدة فزي ما احنا اتكلمنا هنا في البيت الكبيو حضرتك كان لديك رأي مهم جدا أن ده كمان بيقلل الفاليو بتاع الدور المصري وصفة الدور المصري بيقل الجزء الثاني أنك ما بتديش فرص ما بتوسعش قاعدة المدربين بتوعك يعني المدرب هو اللي بيشتغل هنا بعد يومين بيشتغل هنا انت مفروضة لما تحط القواعد دي هتدي فرصة لمدربين آخرين أنهم يحصلوا على فراسهم في التدريب وده بيكشف طبعا عن كفاءات كبيرة جدا يعني احنا شايفين مثلا حد زي عماد النحاس كابتن عماد زي كابتن كشري شوفنا برضو الإنجاز اللي عملوا مع فريق أسوان لابد ان احنا ندور في وسط لعبتنا المعتزلين أو المدربيننا عن كفاءات جديدة تفيد في النهاية هي بتفيد الدوري العام بشكل أكيد عندنا كوادر تدريبية بس ياخدوا الفرصة وأعتقد الدباند والسنة اللي جاية هيبقى شيء منظم بشكل احترافي بشكل كويس جدا ودي من الأشياء الإجابية في اللايحة شكرا